حاجة التحكيم الفترة اللي جاية وكل شوية هقول هذا الكلام وكل شوية هكرر هذا الكلام الفترة القادمة محتاجة كل الحكام الدوليين احنا عندنا عشرين او واحد وعشرين حكم ممكن جدا هم اللي يتبذلوا التحكيم في المباريات القادمة لانها مباريات صعبة مبارح في مباراة الاهلي وسيراميكا كيلوباترا ركل الجزاء او كسبنا 4-0 مظبوط ولا مش مظبوط الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 4-0 ما عندناش اي مشكلة ولكن قبل كده ركل الجزاء لم يتم احتسابها لمحمد هاني مبارح او يعني قبل كده في مباراة المحلة ايضا مبارح في مباراة المنافس للنادي الاهلي نادي الزمالك مبارح تم احتساب ركل الجزاء لو جبتلي الصورتين يا سمير لو عندك طيب لو سمحت حطها حطنا الصورتين افضل عشان الجمهور يبقى عارف احنا بنتكلم في ايه فاعتقد ان هي هي نفس الصورة هنا هي نفس الصورة هنا اتفضل حضرتك دي تم احتسابها ركل الجزاء ودي لم يتم احتسابها ركل الجزاء للنادي الاهلي والاتنين المحلة بالمناسبة والاتنين المحلة محمد هاني هنا لم يحتسب وخسرنا في هذه المباراة وهنا المنافس النادي الاهلي نادي الزمالك كان اتحسبت له ركل الجزاء واحد سفر وبعد كده فتحت المباراة انا مش فاهم ايه الفرق ما بين ركلة الجزاء دي لو حد يقدر يقول لي ايه الفرق ما بين ركلة الجزاء دي وراكلة الجزاء دي لو سمحتوا اطلعوا وضحوا لنا على فكرة هي كلها تساؤلات نحن لا نشكك في زمم حد ولا نشكك في اي حد احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم من الناحية الفنية دي لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء دي ولماذا تم احتساب ركلة الجزاء دي